في موقع أمازون يوجد نوعين من التجار تاجر FBM وتاجر FBA وفي هذا الفيديو سنتعرف ما الفرق بينهم مرحبا أنا ردة عازم من Campus Academic الفرق الأول بين هذه التجار هو طرق البيع النوع الأول من التجار يبيع منتجاته ويشحنها بنفسه وهم تجار FBM أي اختصار Fulfillment by Mercer في هذه الطريقة على التاجر بذل الكثير من الجهد لأنه سيكون عليه تغليف الرزم وشحن المنتجات وإدارة مخزون المنتجات أما بالنسبة للتجار FBA سيكون عليهم شحن المنتجات لمحازن الأمازون وبحالة بيع المنتج في الموقع أمازون هي التي تشحن المنتجات نيابة عن التاجر في هذه الطريقة كل ما علينا فعله هو شحن المنتجات لمخازن الأمازون وهي التي تخزن المنتجات وتغلق المنتجات وتشحن المنتجات نيابة عنها الفرق الثاني هو أمازون تفضل إظهار تجار FBA FBA احتصال Fulfillment by Amazon وتفضل إظهارهم في أعلى قائمة التجار في صفحة المبيعات لأنها وافقة من مدى مهنية الشحن الذي توفرها بنفسه ولا تفضل بمدى مهنية التجار الذي يشحن المنتجات بنفسه الفرق الثالث هو المخاطرة أمازون لا يتسامح مع تجار الـ FBA بمعنى إذا رزمت أخر وصولها للمشتري أو وصلت مكسورة عدة مرات أمازون سيقيم حساب التاجر وحتى في بعض الأحيان سيغلق حساب التاجر أيضا بخصوص عمليات الإرجاع للمشتريين ستكون المسئولية التاجر أما بالنسبة للتجار الـ FBA ليس عليهم القلق من أي موضوع بخصوص منتجات لانتصل أو منتجات وصلت مكسورة أو حتى من عمليات الإرجاع لأن أمازون هو الذي يشحن المنتجات أيضا هو سيكون المسئول عن جميع هذه العمليات ونحن سنكون تحت حماية أمازون ولن يكون أي مخاطر الفرق الرابع هو تعريف المنتجات قفراني جميع المنتجات التي تشحن من قبل التجار بنفسهم لن تدخل في برنامج الشحن فرايم لما سيكون الانتشاف على المنتج منخفض أما بالنسبة للمنتجات التي تشحن من خلال مخازن الأمازون ستكون معرفة فرايم وستظهر لملايين المشتريين المشتركين في برنامج الشحن فرايم إذن بالتلخيص ألاحظ أن التجار الذي يعمل بطريقة الـ FBA هم دائما سيكونوا متفوقين على تجار الذي سيعمل بطريقة الـ FBA ودائما أنصح طلابي العمل بهذه الطريقة لأنها هي الطريقة المهنية والملائمة لبدء البيع على موقع أمازون أتمنى أنني نجحت بإضافة معلومات جديدة لكم وإذا يوجد لديكم أي أسئلة أخرى بخصوص مجال البيع أو الشراع على موقع أمازون أرضوا كتابتها في التعليقات وسأرد عليها بأسرع وكيف ممكن والسؤال اليوم هو إذا أنت تبيع على موقع أمازون في أي طريقة تعمل هل أنت تاجر FBM أو أنت تاجر FBA وإذا لا تبيع على موقع أمازون بحث جهزت لك سلسلة فيديوهات مجانية لتعرفك على الموقع كل ما عليك فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو وسأرسل لك سلسلات الفيديوهات لا تنسوا الضغط على سبسكرايب والاشتراك بقناتنا لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية وأيضا تضغط لايك على الفيديو إذا أحببتمه سأراكم في فيديو آخر اشتركوا في القناة